وبالمناسبة أيضاً هناك شهيد في مدينة البيري اليوم في الضفة الغربية المحتلة يبلغ من العمر 21 عاماً هو ثائر خليل اليازوري يعني هذا هو ديداً الاحتلال الصهيوني الرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء للجرحة ونحن بإذن الله على هذا الطريق سائرون وشعبنا والله إن كان صحفياً أو كان طفلاً أو كان كالشاب الشجاع الذي رأيناه أو كان عجوزاً يبيع لا يقبل أن يبيع دكانه بمئات الملايين من الدولارات شعبنا والله ترفع له القبعات والله ونرفع بهذا الشعب الهامات والروس عنان السماء مشهد شيرين عندما رأيتها الآن أستاذ طلال بمن ذكرت أنا والله تذكرت والله جميع الشهداء تذكرت إخواني رحمة الله عليهم تذكرت الشيخ أحمد يسين تذكرت الرنتيسي تذكرت صلاح نعم والله تذكرت الشهيد أخي صلاح الدين وتذكرت أخي وائل وتذكرت ابن عم زاهر رأيته ملقاً أمامها ولله كلهم رحمة الله عليهم لكن نقول والله لا فرق بين شهيد وشهيد كلهم إلى الله سبحانه وتعالى ارتقوا إن شاء الله ونحن بإذن الله على طريقهم سائرون بئس الأياد التي تصافح الذي قتل هو نذل والله لكن الأنذل منه هو من يصافح قتلة الشهداء الأكثر ذلة منه هو من يقبل بالتطبيع مع بنته هو الأكثر ذلة منه هو من يصفق لهما والله بأي حجة الأكثر حدث قبل قليل بارك الله فيه تحت مسمى الرأي والرأي الآخر بالله عليك لا رأي للآخر أمام النصوص بمعنى لا يمكن أن يقبل الاجتهاد هل نصلي خمس صلوات في اليوم أم ثلاث لا يقبل الرأي الآخر في فلسطين هل هي لنا أم هي لهم لا يجوز شرعا أن نقول هذا الكلام ففلسطين إما لنا وإما لنا أما كلمة إما لنا وإما لهم والله لا تجوز شرعا لا يجوز أن ننطق قلمة بين قوسين إسرائيل لا يجوز نحن على ثقة كاملة بأن الذي يحب الشهداء لابد أن يصير على طريقه شو المشكلة إذا جبت إسرائيلي يعني يدافع عن روايته مقابل روايتك الفلسطينية إذا صدفته يعني وكأنك تشكك في أصل الرواية كأنك تشكك في الحقائق كأنك تشكك في قول الله سبحانه وتعالى كأنك تشكك في القرآن كأنك تشكك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لا رأي للآخر أمام النصوص الثابتة لا رأي للآخر أمام الحقوق بمعنى أن فلسطين كانت وما زالت وستبقى لنا بإذن الله وأعتقد أن دماء الشهداء هي التي ستنتصر بإذن الله هذه ثوابت بالنسبة لنا أريد أن أختم مع الأستاذ بلال خليل قبل أن أذهب إلى ناظر ترجمة نانسي قنقر